معايا واحدة من ابطالنا الكبار واحدة من ابطالنا اللي مشرفيننا في كل مكان بتتواجد فيه دايما في السبقات بتاعت بطولة العالم بتحصل على مديليات حصلت على الزهبية في الناشئين واثنين برونزيف في بطولة العالم الكبار لكن الأوليمبيج جيمز بتبقى مختلفة بعض الشيء بسبب بعض الحاجات اللي احنا هنعرفها منها هتبقى معايا ضفتي دلوقتي عبر زوم بطلة مصر في السباحة البطلة فريدة عثمان الحقيقة السجين بتاعها والكارير بتاعها وأرقامها أرقام مشرفة بطولة العالم للشباب 2011 زهبية 50 متر فراشة أول ميدالية زهبية مصرية في تاريخ بطولات العالم للسباحة لجميع الأعمار بطولة العالم 2017 للكبار برونزية 50 متر فراشة وهي أول ميدالية مصرية في تاريخ بطولات العالم للسباحة للكبار الحقيقة بطلة مختلفة يعني قدرت أنها تخش بالسباحة المصرية في حتة مختلفة بطولة العالم في 2019 برونزية 50 متر فراشة ودورة العام البحر المتوسط 2018 اتنين دهب واثنين فضة أفضل رياضية أفريقية في 2017 وسبحت العام في أفريقيا أربع مرات غير ميداليات كتير عربية وأفريقية فريدة عثمان واحدة من النقاط المضيئة في الرياضة المصرية بشكل عام وطبعا أنتوا عارفين الألعاب دي مظلومة إعلاميا ودايما التركيز بيبقى على الكرة بس ودي حاجات لازم تتغير عندنا في الإعلام الرياضي المصري صحيح دايما الكرة هي هتنال نصيب الأسد زي ما بيقولوا بسبب شعبية الكرة لكن في عندنا ألعاب سواء كانت جماعية أو فردية بتكلم على الهاندبول بتكلم على بطلة زي بطلتنا فريدة عثمان بتكلم على السكواش بتكلم على ألعاب مختلفة لازم نهتم بيها ولازم نخصص لها وقت ومساحة سواء كان من الصحف والويب سايتس والمواقع والأخبار المهمة لأن الأبطال أبطال الأبطال أبطال ولما يكون أبطال بيلعبه باسم مصر وحتى وهم مظلومين إعلاميا عندهم إصرار كبير جدا للنجاح مرة واثنين وثلاثة فلازم نرفع لهم القبعة ولازم نديهم وقتنا ونخصص لهم جزء من وقتنا عشان كده أنا سعيد جدا وبتشرف أن ضفتي من النهاردة بطلة أفريقيا وبطلة العرب وبطلة من الأبطال اللي مشرفين في كل مجابة تتواجد فيه البطلة فريدة عصمان فريدة مساء الخير أو صباح الخير عندك أمشان الساعة كاما عندك صبح مدري أو اللي هي؟ لا الساعة خمسة بعد ذو آه أنا سابين كون فريدة ألف مبروك الأول وبشكرك أن أنت وفقتي أن أنت تكوني ضفتي أنا بتشرف فعلا بتشرف أن أن أنت ضفتي ألف مبروك ليكي الله يبينك بيك شكر المجدد صرف لي أنا آآ آآ فريدة آآآ أنت دايما في الطوات للعالم آآ أنا عارف ان انت بتلعبي مسافة مختلفة أنا أنت تعرف أنا بفهمش في السباحة أكيد قوي لكن بحاول أفهم منك بتلعبي في الخمسين متر دايماً بتكسبي أي حد لكن في الأوليمبيك جيمز المسافة مختلفة اللي عرفوا أن في الأوليمبيك جيمز مفيش خمسين متر اللي هي فيها مئة متر هل المرة دي أنت مستعدة أن أنت في المئة متر إن شاء الله تقدر أن أنت تضرابي أرقامه أن أنت تحصولي على مداليا؟ أنا تركيزي كله بموسم ده يعني كنت بتكلم مع مضربي وإحنا عارفين أنك خمسين متر فراشة مش مابولة في الأوليمبيك للأسس بس أنا تركيزي كله دلوقتي على المية فراشة يعني حتى آخر بطولة في الخمسين متر فراشة معواش مش كويس قوي بس المية عملت كويس وخليتني أن أنا أتأهر للأمقيات فتمريني كله وتركيزي وخطة كلها يعني محطوطة علشان تفصوصاً المية متر فراشة بس يعني هل على عيك تفاهميني أكتر معلش هل التمرين للمية متر مختلف تتمريني بشكل مختلف طبعاً مختلف علشان الخمسين زي ما تقول زي سبينت مش تحفاج تمرين أطوى أو أطول أنه أنت مش محتاج قوي بس في المية على أنت رايح جاي المسافة يعني ضبل الخمسين فلازم تتمرن الاندورينت أكتر وأن أنت في التمرين ممكن تكون محمل أكتر عن الخمسين متر فراشة طب عايزة أسألك سؤال أنت تتمراني في مصر عطوب موجودة تتمراني في مصر مع مداربين مصريين وكيوة أو بتتمراني معظم الوقت برا؟ أنا كنت عايشة في مصر حد ما خلصت المدرسة وبعدين سفرت لأمريكا من أول مصرية الجامعة ومن أول الجامعة لحد دلوقتي أنا تخرجت بقالي أربع سنين فبقيت أفنسين في أمريكا دلوقتي يعني أنت سفرت خدت سكولرشيب برا بعد ما خلصت الهاي سكول هنا في مصر وقعد في أمريكا لغاية دلوقتي طب هل فيه فرق كبير قوي في مستوى التدريب والكواليتي بتاعت التدريب والمدربين ما بين في أمريكا ومصر؟ هو مش حكاية اختلاف قوي هو بس هنا في أمريكا إحنا عندنا المنظومة متكاملة يعني أنا هنا بتاعت في الجامعة مع مدربة أربع سنين وبعدين نقلت المدرب تاني هنا في فيرجينيا لكي أنا كنت في أولاية كاليفورنيا باين رحت في فيرجينيا بس أنا كنت عايزة أفضل في السيستم ده من أول الجامعة لحد دلوقتي عشان كنت عايزة غير المدربين والسيستم يعني السيستم متكامل بيكون غير مدرب سباحة غير مدرب فتنس بيكون فيه بتعمساج مدرب تغذية يعني مدرب النفسي دلوقتي النفسيا عموما عمتها في الرياضة بقت حاجة مهمة جدا فدي حياة كلها صغيرة بتفرق في الآخر فأنا كنت بصراحة عايزة أكمل مشواري في السيستم المتكامل لحد دلوقتي إن شاء الله طيب انت كلمتين عن السيستم المختلف اللي موجود في أمريكا واحنا عارفين طبعا إن ده موجود في كل اللعبات مش في السباحة بس أكيد لكن أنا عارف إن انت أكيد واحد من أحلامك المهمة إن انت تحاولي على قد ما تقدري إن انت تنقلي السيستم ده مصر إيه اللي احنا نقدر نعمله علشان نستفيد من خبرات فريدة عثمان مش كبطلة بتلعب بس ولكن بعد كده إن شاء الله بعد وقت طويل إن شاء الله من ما تخلصي إن احنا ناخد الخبرات بتاعتك دي وإن احنا ننزلها مصر بالذات إن انت بتتكلمين إن فيه بعض المناطق المعينة اللي احنا لغاية دلوقتي في مصر مش قادرين نلمسها بشكل مباشر زي مثلا قصة السبورت سايكولوجست أو السبورت أو الطب النفسي الرياضي أو علم الطب النفسي الرياضي إزاي نقدر حتى وإنت لسه بتلعبي إن احنا نقدر ننقل الخبرات كبيرة اللي انت حصلت عليها دي في مصر عشان يبقى عندنا أبطال تانين غير فريدة عثمان أنا ان شاء الله يعني بعد الصلاحة أنا هدفي أن أنا أفضح أكاديمي للصباحين كلهم يعني أنا شايفة أنها تعلمت حياة كتير قوية في مشودي من وانا صغيرة لحد دلوقتي وانا أبطالها يعني عايزة أساعد يعني بطريقة اللي هو كل حاجة ما تعلمتها على خبر أعلمها للصباحين بنات وولاد من السن الصغير أنا شايفة يعني لو إحنا إدناهم المهمة من هما صغيرين أنا شايفة أن دا هيعمل فرق كبير وهنلاقي صباحين بيوصلوا للمستوى العالمي من أفضل من السن الأصغر أنا شايفة كمان حياة مهمة جدا البطورات يعني مثلا البطورات لازم ننزل يعني كتير يمكن أن ننزل واحدة مرة في الشهر عشان كل ما تنزل بطورات أكتر كل ما يكون في احتكاك كل ما يكون مثلا الخوف اللي قبل السبق دا يروح عشان أنت خاطر تتعود على السبق كل شهر متعود على أنت تعوم الزاي التكنيك كل حاجات كل حاجات دينتوا تتمرن عليها فكل تنزل بطولات كل ما تتحسن فيها فأنا على قد موضع أننا يعني خبتي كل حاجة ما تتعلمتها مش هاضي أننا أديها في الأكاديمي دي أو أعمل مثلا زي طاكس أننا يعني أشارك كل حاجة ما تتعلمتها للناس الصغيرة طب وإنتي لسه بتلعب يا فريدة هل مثلا تنصحي المدربين اللي هم الشباب اللي هم دلوقتي بيحلموا أن هم مدربين أو لسه مدربين صغارين هل مثلا فيه أونلاين كورسز أو حاجة كورسز ممكن أن هم يخشوا عليها ويتعلموا إزاي أن هم يطوروا نفسهم في ناحية التدريب أو طبعا يعني في دلوقتي حاجة تيرقاوي أونلاين يعني حتى مدربي هنا سيرجو لوكاس أصلا عنده حاجة تيرقاوي عنده ويب سايت بيكلم على كل حاجة بيكلم على حتة التكنيكالات في التمرين وحتة المنتل صاعدة زي ما قلت بحاجة مهمة قوي دلوقتي بيكلم على الضغط النصباح بيمر فيه بيكلم حاجة كتير قوية أنا شايفة أنها بتساعد التطور لمدربين بيزدد دلوقتي في السن اللي احنا فيه ده يعني فيه حاجة تيرقاوي صغيرة بتأثر على النتيجة في الآخر في السبق فريدة هل تأجيل أوليمبيج جيمز هل تأجيل البطولة لمدة سنة كان حاجة إيجابية لكي ولا سلبية؟ هو طبعا في الأول دي كانت حاجة صعبة قوية عشان كنت حاسة مجهودي زي تحس أن أنت ضحيت وتعبت وسببته واتمرنته بالآخر أولمبياد تأجري السنة وطبعا في الأول دي كانت حاجة صعبة قوي حتى نفذيا عليها بس يعني قاعدت أفكر وطبعا أن صحتنا دي أهم حاجة دلوقتي وأن السنة الزيادة دي هتقويني في المياه تخليني أسرح هتخليني أتعلم حاجة كتير جديدة أنا مكنتش عارفها فالوقت الأطول فكت فيها سريع إرجابيا أنها ممكن تخليني أقوى في المياه هل استعانتي بالطبيب النفسي بتاعك اللي انت شغالة معاه وقت قرار تأجيل الأولمبياد أو طبعا دي حاجة مهمة جيدة أنا بتكلم معاه تقريبا مرة في الشهر أنا أتأكد أن كل حاجة تبقى كوياتها ما فيش حاجة كبيرة أو صغيرة تأثر فيها وبذلك طبعا الأولمبياد دي أصعب بطولة في السباحة دي أجمد مناطسين أحسن صباحين وصباحات العالم كلهم بحينفسوا في الأولمبياد دي فده طبعا بيزود عليك ضغط وطبعا فيه ضغط الجمهور وضغط يعني فيه ضغوط كثيرة قوي بتيجي من كل النواحي فأنا على قد ما هذا أن أتكلم معاه ويساعدني أنه ما خليش حاجات صغيرة أو كبيرة تأثر فيها وأنه يركز في التمرين وركز في البطولات عشان إن شاء الله أعمل نتيجة كويسة في الأولمبياد فريدة أنا بشكرك شكرا جزيلا على مدخلتك معايا وبتمنى لك التوفيق وعايز أقولك إن إحنا كلنا في ظهرك كلنا فخورين بيكي إن شاء الله إن شاء الله تقدر إن إنتي تجابي لنا ميداليا في الأولمبياد القادمة شكرا وبتمنى لك التوفيق شكرا شكرا لك مسيح شكرا دي طبعا كانت مدخلة مهمة جدا من عبر زوم من أمريكا مع فريدة عثمان بطلتنا في السباح شكرا